عمرو سعد على خطى عمرو الشريف في السينما الأمريكية الفنان عمرو سعد يستعد لمشروع فني عالمي يتضمن مشاركته في السينما الأمريكية من خلال عمل ضخم وسيكون أول عربي بعد عمرو الشريف يشارك في هذا النوع من الأعمال بدأ عمرو سعد التحضيرات للمشاركة في فيلم عالمي لم يتم الكشف عن اسمه بعد لكن التوقعات تشير إلى أنه قد يكون فيلما عن السيرة الذاتية لمؤسسي شركة سيارات مازيراتي سبق لعمرو سعد أن كشف في وقت سابق أنه اتفق على المشاركة في هذا الفيلم بعد تسلمه لتكريم وأكد أن بوبي موريسكو الحاصل على جائزة أوسكار عن فيلم كراش قد رشحه للفيلم الذي سيكون من إنتاج شركة آي إل بي عمرو سعد متحمس لهذه التجربة خاصة أنه سيكون أول عربي يخوض هذه التجربة بعد عمرو الشريف بوبي موريسكو الذي سيتم تجسيده في الفيلم ينتمي لعائلة إيطالية بدأت بتصنيع سيارات مازيراتي عام 1117 في بولونيا مشاركة عمرو سعد في هذا العمل أثارت الكثير من التساؤلات حول كيفية توظيف شخصيته في هذا الفيلم خاصة أن الأشخاص الأصليين لمؤسسي مازيراتي إيطاليين ولم تتضمن قصتهم صعود رجل عربي سيارات مازيراتي هي سيارات فاخرة إيطالية تتميز بأدائها العالي وتصميمها الأنيق تأسست شركة مازيراتي في عام ألتسمة أونغابا ماشر في مدينة بولونيا بإيطاليا على يد الأخوة ماريو ألفريدي كارلو وإيتوريو مازيراتي بدأت الشركة أولا بتصنيع أجزاء للطائرات والسيارات قبل أن تنتقل إلى تصنيع سيارات عالية الأداء أبرز مميزات سيارات مازيراتي تشمل الأداء الرياضي تعتبر مازيراتي من أفضل السيارات الرياضية الفاخرة في العالم مع محركات قوية وأداء ديناميكي ممتاز التصميم الإيطالي الأنيق تتميز بتصميماتها الجميلة والأنيقة التي تجمع بين الأناقة والأداء الحرفية العالية تصنع سيارات مازيراتي بحرفية عالية واهتمام بالتفاصيل الدقيقة التكنولوجيا الحديثة تزود مازيرات سياراتها بأحدث التقنيات في مجال السيارات مما يجعلها تنافس بقوة في سوق السيارات الفاخرة سيارات مازيراتي تشمل عدة طرازات منها جيبلي واحدة من أشهر طرازات مازيراتي تقدم توازنا مثاليا بين الأداء الرياضي والراحة كواتروبورتي سيارة سيدان فاخرة تقدم أداء متفوقا وراحة عالية للركاب ليفانتي SUV فاخرة تجمع بين الأداء القوي والرحابة والراحة وتظل سيارات مازيراتي خيارا شهيرا بين عشاق السيارات الفاخرة والرياضية وتستمر في تقديم تجارب قيادة ممتعة وفاخرة ترجمة نانسي قنقر